مرحبا برج الجوزة أهلا فيكم رح أسوي لكم التوقعات الأسبوعية للأسبوعين القادمين من تاريخ اليوم رح ننظر فيها نظرة عامة على الصعيد العملي المهني القانوني الصحي أو أي أمور ثانية حتى الصعيد العاطفي إذا لقينا في أي رسالة رح أشوفها لكم القراءة رح تكون حق الشمسي الطالع والقمري دائما الأولوية للشمسي إلا إذا ما انطبق معاك توجه إلى القمري أو الطالع رح أشوف لكم ما هي الرسائل اللي بانتظاركم للأسبوعين القادمين أو الطاقة المتوفرة الزاهد الزاهد يبحث عن النجمة ولكن مؤدرة ليش أحس إن أنتوا لقيتوا النجمة ولكن الحين أنتوا في مرحلة تفكير قاعدين تقيمون ما هو أفضل استثمار للنجمة هل حصلتوا على ورق موافقة تصريح للبدء في شي كنتم من زمان مخطوقين له بالضبط في الأسابيع القادمة ستأتيك موافقة أو تشجيع تصريح على أن تتوجه في الجانب اللي أنت كنت دائما حاط عينك عليه في مشروع ترقية شهادة معينة إن دراس لها دائما تتحاط عينك عليها ولكن في الفترة القادمة ستلاقيها يعني احتمال إنك تتخرج تنجح وأيضا تلاقي فرصة مثل اللي نافذة مباب أنا عندنا الخماس الصغير راح تلاقي نافذة مخرج غير مدخل غير مباشر للموضوع اللي أنت تحلم فيه ولكننا في النهاية ندخل إذا نجحت في الدخول إلى المحيط هذا عشر الخماسيات لما نشوف شي بسيط مثل الخماس الصغير هو اللي يؤدي بنا إلى عشر الخماسيات مرحلة اكتمال السعادة الرخاء الأموال وحتى الدخل المريح يكون عندنا في حياتنا معناتها يا برج الجمزة بداياتك ستكون صغيرة نعم بخطوات بسيطة أيوة ولكن هنا يقول لي البركة في القليل القليل هذا للأشخاص الثانيين أو حتى أنت استصغره في عين نفسك احتمال نجحت فقط في امتحان واحد حصلت على ترقية بسيطة ولكن أنت على الطريق الصحيح هذا اللي قاعد أسمعلك أنت على الطريق الصحيح من أجل الوجهة اللي حطها في بالك أنت مخفي كأنك على الناس حلم كبير عندك إياه من زمان يراودك ولكن الخطوات اللي لازم تأخذها هي خطوات عملية صغيرة يوميا تبدأ بتركيزك على عملك على دراستك تجارتك يوم بيوم يوم بيوم لحد ما تستلقى بيوم من الأيام تلاقي نفسك وصلت إلى عشر الخماسيات بدون أن تركز بدون أن تكون يعني لحوح راح تستيقظ يوم من الأيام من بعد الكثير طبعا من الجهد اللي تستثمره في هاي الطريق راح تلاقي أنه وصلت من دون أن تبحث لأنه عندنا أول شيء كارت الزاهد الذي يبحث هنا يقول لك لا تبحث ركز على جهودك اليومية في هذا المجال عندنا أيضا تسع الخماسيات تسع الخماسيات من بعد عشر الخماسيات ما أدري ليش بس أحس أنه في شخص في حياتك أوكي زواج ابن راح يكون في الطريق ذرية هم انت هنا راح تكون بالعكس هنا أشوفك أعزب راح تستطيع لوحدك أن تحقق لنفسك الرخاء ولكن لأن هذلين الأشخاص راح يدخلون في حياتك الزوجة الأبناء هم اللي راح يخلون من رخائك هذا كله شيء بسيط خماسي واحد فقط ولكن ستظل في المرحلة الجميلة في مرحلة الرخاء مرحلة أنا أملك كل شيء واحتمال أيضا في نفس الوقت أن أنت يا برج الجوزاء بعد فترة راح تصبح مستعد لأن ترتبط لأنه عندك العشرة وصلت النضوج للارتباط حققت استوفيت الشروط الأموال عندك الأخلاق عندك النضوج العاطفي عندك ولكن ما أدري ليش لسبب ما أنت تحاول أن تبقى أعزب تظهر للناس أن أنت تسعة مو عشرة في شيء ننقص عندك لحد الآن ما حققت لحد الآن أنت الدورة من أجل ذلك لا أريد الارتباط ولكن في حقيقة الموضوع أنت في الحالتين قادر على الارتباط نشوف شنو في رسائل ثانية لك في هذا المجال ثلاث الخماسيات في أحد في أحد في محيط عملك راح يحاول أن يشغلك هو يرى قيمتك برج الجوزاء من أفضل الأبراج في استلام المشاريع والعمل على المشاريع هذا الشخص اللي فوقك مدير صاحب منصب أعلى أو مشرف عليك راح يرى أو حتى احتمال الشخص اللي أنت قاعد تحاول أن تقوم معه ببعض الأعمال التجارية سيرى قيمتك مقيمتك المالية قيمة إنجازاتك راح يرى أنك شخص تستحق أن يستثمر فيك شنو راح يستثمر فيك هل سيعطيك الأموال احتمال ولكن أشوفه هنا أنه راح يعطيك المزيد من المشاريع إذا كنت بانتظار أشخاص يوظفونك فترة جدا ممتازة في محيط العمل المدراء دائما راح في الفترة القادمة يلفظون اسمك وينادون اسمك يريدونك أنت أن تكون المترئس والمشرف على مشاريعهم القادمة عندهم ثقة عمياء فيك في جودة عملك في حرفيتك في عملك أنت هم ثقة بغض النظر عن المجال اللي أنت فيه برج الجوزاء في الفترة القادمة أنت مبدع وأتقنت حرفتك عندما يسأل المدراء أو الأشخاص اللي يتعاملون معاك في محيطك من الأفضل راح تكون أنت احتمال أيضاً قدت لك خطواتك لهاي الرحلة راح تبدأ بخطوات صغيرة خطوات الطفل الرضيع ولكن تمالك نفسك كن صبور كن قوي احنا ترى ما نحتاج خطوة قوة عشان نقوم بالخطوات الكبيرة في حياتنا نحتاج القوة من أجل القيام بالأعمال الروتينية المملة لأنه لسبب مع الأعمال الروتينية المملة اللي يطلبها منك الآخرون الأهل المحيط المدراء شركائك في العمل هي اللي راح توصلك لللي في بالك عزيزي فعليك التحمل روض الأسد اللي في داخلك مطلوب منك التحمل عشرة سوري تحت عشرة الخماسيات عندنا كرت الساحر راح أوضح تسعى الخماسيات عشان نشوف بالضبط ماذا ليش يا برج الجوزاء أحسك في الفترة القادمة عندكم سيناريو هين البعض منكم قلت لكم دائما القراءة تكون عكسية على حسب الجوزاء اللي قاعد يشاهدني ممرأة ولا رجل السيناريو الأول برج الجوزاء أشوفه خصوصا إذا كان رجل سيحاول أن يخفي عنده قلت لكم من العشرة يحاول يسوي نفسه تسعة يحاول أن يخفي أنه وصل إلى النظوج المالي حقق إنجازات مالية ممتازة وصل إلى النظوج أنه يستطيع أن يرتبط راح يتجنب بكل الطرق الأغطباط يتجنبها بطريق أن يتحجج أو يتعذر بالأموال أموال موجودة بس يتعذر بها يتعذر بالغصن ما عنده وقت يتعذر بالسيف يقول لك حاليا أنا ما أفكر بالزواج يتعذر بالكوب أه التقيت بالشخص ولكن ما عندي مشاعر أوكي كل الأسباب راح يحاول أن يلعب عليها أشوفه هنا الساحر متلاعب أوكي هذا بالنسبة للرجل بالنسبة للمرأة أرأيها بالعكس عكس رجل الجوزاء في الفترة القادمة راح تحاول أن تقول شوفوني أنا أملك كل اللي أنتوا تطلبونا كل اللي في بالكم عشان أأسس حياة زوجية عشان أكون حبيبة ممتازة عشان أكون زوجة سعيدة أقدر أسعد نفسي وأسعد الشخص الآخر راح تعلن أنك أعزم تسع الخماسيات راح تعلنين أنك أعزباء للأشخاص وتحاولين بشتة طرق أن تبينين في وجهة نظر المجتمع عشان يقع عليك الأختيار من أجل الارتباط دائما أكس القراءة بما يناسب جانبكم راح تنظر إلى جانب آخر ممكن أن يكون صحي عاطفي أو حتى قانوني ونشوف شنو يطلع لكم في الرسائل الباقية ملك الأخصان دائما أحس أن هذا الملك إذا كان موجود عند برج الجوزاء يحب أن يتحكم فيهم يقننهم يضعهم في علبة ويخبرهم كيف يتصرفون وإن كان لا يملك الحق عليك أو لا يملك السلطة عليك ولكن لسبب ما هو دائما يحب أن يتدخل راح تسحب عليه في الفترة القادمة طاقتك الطبيعية ملكة السيوف ولكن ملكة السيوف دائما ترمز إلى العنف أو ستقطعها أو ستخبرها بطريقة جافة أن أنت مالك حق عندي مالك حق في أن تخبرني ماذا أعمل في حياتي ولكن أشوفها هنا دبلوماسية ستحاول أن تصل إلى تسوية يا برج الجوزاء مع هذا الشخص الذي في حياتك يحاول دائما أن يتحكم بك أو يخيفك أو يشكك لا تنسى أنك متوجه إلى الرخاء يشكك في خطواتك دائما يحب أن يشرف عليك أن أنت طفل صغير أوكي أنت تتعامل معه بحرفية كما في محيطك المهني راح تكون معاه جدا محترف تحاول أن تهدي مخاوفه نادرا ما أرى ملكة السيوف إنسانة منطقية مستعدة أنها تناقش بالعادة هي دائما تكون مستعدة أن تستخدم سيفها ولكن لحسن الحظ لكم أنتو راح تكون جدا دبلوماسية أربع بالضبط أربع الأغصان أنت مو همك هذا الشخص أنت مو في بالك أبدا هذا الشخص ممكن يكون أب صديق زوج زوج سابق ما يهمك ما بيقول وما يهمك شلون يواجهك تدري ليش في الفترة القادمة لأن عينك على أربع أربع الأغصان عينك على الحلم اللي ابتديت تشوف نتائجها في الواقع ابتديت تبنيه ابتديت تحط لحجر الأساس أهم هنا أشوف ملكة السيوف داعدة توازن قرارين القرار الأول أنت استثمر طاقتها وجهدها أن تدخل في حرب مع هذا الشخص أو تواجهه بعنف أو 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 تخلق مشاكل معه ولكن رح تنظر إلى الجانب الآخر ترى أنه عندها عش جميل تنسطير أخصان وطير عندها عش جميل ابتدتوها من بعد جهود كبيرة ترى فيه الحياة الازدهار ما راح تدير بال والنصيحة لك أنه لا تدير بال للأشخاص اللي يحاولون أن يحبطونك ودائما عينك على الجائزة عينك على الهدف عشان ما تفقد تركيزك وتوازنك أربعة توازن أوكي أخر كرت أشوفها لكم السيف لأن هذه هي الحقيقة ولكن ملكة السيوف ما راح تنسى قلت لك ملكة السيوف دائما مستعدة أن تستخدم سيفها ما راح تنسى موقف ملك الأقصان معها مهما كان هذا الشخص انت تعرف من هو في حياتك ملكة السيوف راح تضل وهذا طبعك يا برج الجوزاء احتمال أنك تؤجل المواجهة ولكن لا تنساها ستؤجل حاليا راح تطبطب على هاي الوقت ولكن في يوم من الأيام عندما تصل للعشر خماسيات اللي راويتك إياها راح تكون في حياتك إن شاء الله في المستقبل راح تسحب السيف على هذا الشخص راح كأنما تحرقك احرقه أو تواجهه من غير مواجهه راح تحاول أنك تقهره ترجع له وحده بوحده ولكن في الوقت المناسب دام أن هذا الشيء أو هذا التصرف ما راح يؤثر على حياتك والنتائج اللي تحققها على راحتك ولكن دائما نشوف أنه هنا في النهاية راح تميل أنك تنتقم متسامحي أخر نصيحة لبرج الجوسعة للفترة القادمة عندنا أسأل أساعدك أسأل الأخرين من أجل أن يساعدك ماذا تحتاج؟ تحتاج تحتاج كن مستعد من أجل استلام العون من الآخرين لما أحنا نكابر ما أدري ليش هني قاعدة أشوف ملكة السيوف لما أحنا نكابر نقول ما نحتاج مساعدتكم مع أنه في الفترة القادمة يا برج الجوزة فعلا لديك الكثير على من المهام على طبقك الخاص لا تنسى عندك الخماس الصغير وأيضا ثلاث الخماسيات يعني راح تكون تعمل بجهود في كل الاتجاهات عشان تصل إلى عشر الخماسيات اللي في بالك فإذا في أي شيء استصاب عليك تحس أن زاد الأمر عن طاقتك وعن تحملك لا ترفض لا تحزن لا تنسحب ولكن اسأل الآخرين من أجل أن يساعدونك وإن كان هذا من غير طبعك لأن في النهاية لا تنسى من القراءة دائما الآخرين يعتمدون عليك على جهودك الخاصة ولكن ما بين تفكيرك في حياتك وتحقيق أحلامك وما بين ما يطلبه منك الآخرين في محيطك في العمل رح تكون شوية مشغول ومشتت فأبدا لا تنسى أو لا تخجل من أن تسأل الآخرين من أجل المساعدة واحد زائد أربعة خمسة خمسة هو رقم بالنسبة لي خمسة هو مرحلة انتقالية لا تنسكر خمس المشردين مرحلة انتقالية وصلنا إلى خمسة إما نلعب الموضوع صح نخطط صح نتصرف صح نصل من الخمسة سنصل بهدوء إلى العشرة أو نكابر نخاف ننسحب من الخمسة نصل مرة ثانية نرجع نرجع إلى الصفر فهي مرحلة جدا تستدعم من المتحة من الخمسة من خمسة المتحة اشتركوا في القناة